اشتركوا في القناة والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والسيد سامح شكري وزير الخارجية يأتي لقاء السيد الرئيس بالقادة الليبيين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق وباعتبار ان امن ليبيا امتداد للامن القومي المصري بالاضافة الى تأثير تدعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الاقليمي والدولي من جانبه رحب السيد الرئيس بالقادة الليبيين مشيدا سيادته بما ابدوه من رغبة صادقة مشتركة لاعلاء المصلحة الليبية الوطنية وتفعيل ارادة الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ووحدة واستقل لليبيا كما اكد السيد الرئيس ان تحركات مصر في اطار الملف الليبي كانت دوما تهدف الى التنصيق مع الاشقاء الليبيين لارساء دعائم الامن والاستقرار في كافة انحاء ليبيا وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للازمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالاساس الى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي وقد اعرب المسؤولان الليبيان عن طرحبهما بتلبية الدعوة بالقدوم الى القاهرة لاجراء المباحثات الوطنية وذلك من منطلق تقديرهم الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الاهمية بقيادة السيد الرئيس في تثبيت السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي وقد خلص اللقاء بتوافق السيد عقيل صالح والمشير خليفة حفتر على اطلاق اعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية ليبية كاساس لحل الازمة في ليبيا وذلك في اطار قرارات الامم المتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولا الى مخرجات مؤتمر برلين حيث تدعو تلك المبادرة الى احترام تلك الجهود ووقف اطلاق النار والزام الجهات الاجنبية باخراج عناصر المرتزقة من داخل الاراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الامنية الليبية من الاطلاع بمسؤوليتها ومهامها وذلك الى جانب استكمال وتعزيز المسارات الموازية على الصعيد السياسي والاقتصادي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة